رغم هجومه ووصفه لمقترح صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب بالاقتراح الواهم إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيمين نتنياهو في إعلانه لمعارضة هذا المقترح لم يصد باب التفاوض تجاه الصفقة بشكل حاسم وهو ما ترك انطباعا وفق محللين إسرائيليين بأن نتنياهو سيتفاوض حول شروط الصفقة كنية لدرישות ההזויות של החמאס شمعנו עכשיו לא רק שלא تביא לשחרור الخطوفين היא רק تزمين طווח نוסף היא تزمين אסון كבד لمدינת ישראל שאף אחד من אזרחנו לא مוכן לקבל وزير الخارجية الأمريكي أنطוני بلينקן في زيارته إلى تل أبيب صرح بعد اجتماعه بنتنياهو وبعد تصريحات الأخيرة إن هناك مكان للاتفاقي وقال بلينكين إنه حذر نتنياهو من أفعال تؤجج التوتر يواجه نتنياهو أيضا غضب عائلات الأسرة التي تريد أن يستعيد أبناءهم الأسرة مهما كلف ذلك من ثمن هناك ضغطات هائلة على بني من نتنياهو للموافقة على الصفقة ولكن من ناحية أخرى هناك ضغطات كبيرة من شق آخر في المجتمع الإسرائيلي لا يريد لهذه الصفقة أن تحصل قبل انتهاء الحرب وإعلان انتصار على حركة حماس ولذلك من الصعب التكهون في هذه المرحلة ماذا سيكون قراره الأخير يواجه نتنياهو بعد السابع من أكتوبر عام 2023 حقيقة فشل استراتيجيته في سعيه لوأد حل الدولتين وبدعمه لاستيطان لتقطيع أوصار الدولة الفلسطينية فكل حدث أمني يقع يؤكد ضعف سياسته ويطالب الآن بدفع فاتورة هذا الفشل موسيقى